السلام عليكم كديري لبس عليكم تمنى كل شي يكون باخر على خير اليوم حضرت لكم جوج اطباق ديال السمك يعني كالامر لي هو مقلي كيجي مقرمش من برة وطري من الداخل كيجي بحل ديال المطاعم كيجي زوين بزاف وهنا الطبق الثاني هو ديال السلمون في الفرن كيجي لديد بزاف ونشكرك اللي يشترك عندي في القناة مرحبا والف مرحبا ندوزل للطريقة والمقادير هنا عندي ازير يعني ما كان استغناش عليه في المطبخ ديالي كان نحضر به دجاج للحم يعني كيجي زوين بزاف ولديد بزاف في الاطبق لكتار يكي كيكون هاد ازير اه طريق يعني طريقة اللي هي سهلة اه الاطبق ديالنا يعني مشي معقدة نهائيا هنا عندي اه القليل ديال اللي بزار لحسب واحد نص معلقة ديال الفلفل الاسود او البزار هنا عندي معلقة صغيرة ديال بابريكا او التحميرة هنا عندي الزعتر اللي هو متحون والملحة وشوية ديال الآزير وزيت البلدية وحت لسة دروسة ديال توم ونص حامضة هنا ما حطيتهمش حدايا حيط كنت زربان ها كان صاوب الغضاء يعني ما حطيش المقادير اللي هي ما حدايا يعني تقريبا يا كو عارفين واحد كيكي يكون صاوب كيصاوب الغضاء ديالو كيكون زربان قلت علاش ما نصورش هاد هاد الغضاء هادي يعني ها كان عطيكم فكرة آآ منسبة آآ الناس اللي كيبقوا هاكي يحضروا السالمون وما يعرفوش شنوع يديرو لي يعني هاد آآ الطبق هادا كي يجي لديد بزاف كن عرفو السالمون كي في واحد البيتامينات ليه كتير بزاف ومهمة الجسم ديالنا هنا ضفت ثلاثة ديال دروسة ديال تومة كيما كتشفوا معايا وعن ضيف واحد آآ واحد العريش ديال الآزير ها كان قطعو بالمقص او بالسكين وعن ضيف واحد نص حامضة نعصرها مزيان يعني هادو من مكوينت اللي يعني احتاجو في آآ اطباق ديال السالمون يعني كي يجي لديده ونقدرو نفس هاد هاد التبيلة هادي اللي اعطيت عليكم نديروها في شي هاكا شي شي حوتا شي ساماكا هاكا في الفن يعني كي يكون الحوت صراحة كي كي يطيب بحده ما كان ديروش مع آآ خوضار ما كان ديروش مع مكوينت خرا كي يبقى المدق ديالو اللي هو زوين هنا فقط طبق آآ لا السالمون اللي خديتو يعني فيه بعض آآ يعني هاكا الشوك اللي بغيتو تحيدو ما بغيتوش تحيدو يعني تخليو يعني بنسبة لكان عندكم الويدات صغر من الاحسن انكم تحيدو باش هكا تحطو لهم طرف انا هم ياكلو ما تخافوش عليهم من الشوك هنا عندي هاد هاد البقايا ديال السالمون يعني هنا السيد اللي كان ناخد منه الحوت يعني كان يعطيني مثلا ذاك الراس كان صوب به سوب يعني ده بنشارك معكم آآ آآ طريقة ديال السوب في هاد الوصفة اللي تابعه ديالفيديو كي ما اشتو معايا ضفت القليل ديال الملحة وعن ضيف نص آآ عصير ديال الحامضة كي ما تشوفو معايا يعني كي يجي هاد الاطباق يعني رائع وكي يجي لديد بزاف نتمنى انكم تجربوه تردو اللي في التعليق يعني آآ كي يجي لديد بزاف يعني يعني ملحوت يعني كانت بشو يعني يعطيكم الطرفة اللي قديته عليهم يعني آآ يعني جوش طرفة طرف واحد يعني اللي بغيتو انه يبيع ليكم يبيع ليكم يعني مشي الضرورة انكم تاخدوا شي كيمية اللي هي آآ كتيرة مهم انا كنت آآ درت هاد الفيديو هادا ومبعد كانت قطع لي واحد آآ يعني ما تصورش لي او آآ تحدف لي واحد الفيديو لهذا آآ معاكنت خديس ثاني السلامون آآ يعني نهار آخر يعني فقط آآ كملت معاكم آآ الفيديو هاكا بش الفيديو ما يجيكم مش انهم قطع او يعني نقص آآ الصوير هنا عندي الآزير يعني كان نضيفه بحلات الشكل هذا يعني نفس التبيه لكي مش تشوفونا خديت طرفة آخرين يعني آآ شكل ديالهم يعني كتلي ما تقطعوا مش لي افلي خليهم لي اياكا كسايني يعني صراحة كي يجي لديد بزاف وعد الاطباق يعني كتكون سالة ضغيية كتوجد يعني بسرعة وكترافقو معا شي خضراء او روز يعني كي يجي لديد بزاف فقط كندير الورق آآ سول في غيديو نزيد عليه بابي اليميوم وندي لي شي تقيبات من الفوق ندخلو الفران كياخد لي تقريبا بين سبعتاش تلتنين وعشرين دقيقة لحسب الفرن ديالكم يعني ما تخليو شي نشف مزيان خليو في شوية لديك زويتة ديالهم هنا ندوزول للكالعمار من بعد ما غسلتو كي ما كتشوفو معايا حيتا ذوك الاطراف عن صوب يوم صوب ضروري هنا كنصوب صوب في الليل كنجي معايا يعني راس ديال اسماك يعني ونصوب صوبة هنا عندي ماء يعني ماء غازي يعني ماء غازي يعني ماء غازي كان اخد اللحسب واحد كاس الاروب ديال الماء غازي وعن ضيف بيضة عندي بيض بلدي ضيفت بيضة بلدية ورشيشة ديال البزار وعن ضيف الطحين لحسب الخاليط قريب ان واحد تلاتة ديال المعالق تربعة ديال المعالق انا عندي هنا كيلو ديالكالعمار كي ما كتشوفو معايا اخليت كيلو حيت وجد ذاتي ما كيبهوش لي الاسماك اللي فيهم شو كيبقوا ينقي وكيبقوا واكي خربقوا في هذاك يعني الاسماك يعني ما ما كيعافوش ينقيوا صراحة كنحاول انا يناخد ليهم هكالحوت اللي يعني ياكلوه وجيهم سهل في الماكلة كي ما كتشوفو معايا كنخلط يعني جيدا كما كتشوفو معايا وكنضيفي لك امبلية هادك الكالامار بقي خصو شوية ديال الطحين يعني تقريبا اه الخاليط يولي لنا اه بحل ديال الكيك يعني بحل الخاليط ياللي كخب يعني خاليط ياللي كخب يعني كيولي بحل هكاك يعني هادك الماء الغازي كيعطيه واحد اه يعني كيعطيه واحد الرطوبية واحد اه يعني كتقدروها كتديرو لها هاد تبيلها دي ودخلوه للتلاجات تبغيو انكم تقليوه هنا عندي لاشابلوغ عن ضيفه الكيمياء ديال لاشابلوغ يعني لاشابلوغ كنصوبو فقط في المنزل ديالي هنا اه عاجنا خبيزات يعني عن حضرهم الغداء ديرو شوية ديالعدس ضروري كي كيكون الحوت كندير شوية ديال لعدس او خضيرة او يعني اللي متوفر دبع الحال بارد يعني نحاولو كنديرو اطبق ليا سخونة كترافق اه الطاولة ديال الغداء ديالنا سافي كان بقى الكالامار بحالة الشكل هادا كان ديرو في لاشابلوغ وكان دير الزيت انه تسخن ضروري ما تكون الزيت ما تكونش قليلة يعني كنوضعو الكالامار ديالنا كتكون مغطيه الزيت كما كتشوفو كيجي الديد بزافو يعني ضغيك يتحمر يعني في ساعتو يعني ما كياخدش لنا الوقت يعني كالامار عمركم ما تنقصو عليه العافية وتخليوه انهو يطيب ضروري ما العافية تكون مجهده يعني باش يبقى ليكم طريم الداخل الى الكالامار طاب بالزاف كيولي كيتجبدو حلاستيك يعني هادا هو اه الناس اللي كيوقعو الخطأ اللي كيوقعو فيه انه كيينقصو العافية وكيخليو انهو يطيب بالزاف لهذا كي كتجي كتاكله كيبقى كيتجبد اما الى ضغية كيطيب يعني كيبقى طريم الداخل كما كانا فيه الكلامار ما كياخدش نهائيا الوقت ديال الطياب يعني كيوجود في ساعتو يعني تاكن بغيو نقدمو طاولة ديالنا اخر حاجة اللي احنا نطيبو هو الكلامار باش كانا كنحطو الاكل ديالنا اللي يكون سخون كيما كاتشوفوا معي على تشكل هذا ندير الزيت انها تسخن يعني ضروري ما نجربو الزيت يعني كتكون سخونة يعني ضغية كياطيب في ساعتو يعني ما ما كياخدش لنا نهائيا الوقت انو كيتحمر يعني في ساعتو كيطيب لنا كما كتشوفو معايا. يعني ما كياخدش لي وقت نهائيا وكاستمر على الطريقة هادي كما كتشوفو معايا. كي طيب يعني يعني يلا كنحطو كنقلبو يعني كنحيدو يعني ما ما فيش ما كياخدش وقت نهائيا. ماذا كلا شاب لو كيعطيو حد تحميرا لي زوينة. سافي كنستمر على الطريقة هادي تاكنكمل كمية كاملة. سافي كندير واحد الورق ديال المطبخة كباش يشرب لي زائد يا الزيت كما كاتشوفو معايا كيجي طري وكيجي لديد بزاف كيجي مقرنش من برا. والطري من الداخل وكيجي شكل دياله اللي يوزوين بزاف والديد. وكي يعطو حد الكيمية اللي هي كتيرة يعني معاك يتغلف بادا كلا شاب لوغ يعني كتولي كيمية اللي هي كتيرة. هنه هذا هو الطابق ديال السالمون هذا طابق اللي هو قديم. ماشي ديال ديو. يعني انا خليتو نشوف هنا ديال بزاف يعني ما تخلوش ينشوف بزاف كما كتشوفو معايا. يعني كنستمر على الطريقة هديدة. كنكمل كيمية كاملة اللي عندي ديال الكلامر اللي عندي. ويعني كنكونوا موجدين آآ الطاولة ديالنا الخبز ديالنا طيب. كنوا موجدين هكا آآ صلاتة اللي عن قدمهم معنا. يعني كيكون اطباق اللي هي آآ يعني متكاملة فيها الخضرة فيها شلادة فيها العدس. يعني كنحاولوا ما امكان انا نحضروا آآ اكل اللي يكون آآ صحي. وفي نفس الوقت انه يكون آآ متكامل. يعني كلا مرة ماشي صحي حيث مقليف الزيت. ولكن اشنو عنديرو? حيث الوليدات ضروري ما نديرو ليهو ما دك الشي اللي كيبغي ومرة مرة في الزيمنة ما كان بس. مهم كي ما كتشوفو معايا كيجي هدك الطبق ديال سالة مولديد بزاف. نتمنى انكم تجربوه وترضو علي في التعليق. كيجي واحد البناء خاطيرة. يعني بهذا المعنى هذا. يعني لجربتو عديك التوابل اللي درتها كيجي لديد بزاف. تقدروا انكم فقط حوتة يعني تديرو لعذاك التوابل. ما تديروش نهائيا الخضار معهم. يعني الحوت كيكون محافظ على آآ انكها ديالو المادق ديالو يعني كيبقى آآ المادق ديالو ما كيتلفش معه المادق ديال الخضار. متمنى تكون عجبكم الطاولة ديال اليوم. بعد آخر آآ يعني وراها ديالفيديو هادا نحط لكم هاد الشربة ديالسالامون كيتجي لديدة بزاف وغنية. يعني بتروفة ديالسالامون يعني راس ديالسالامون شي طروفة يعني كيتجي لديدة. خليتكم الراحة وبسلام عليكم. ما تنسوش تعليق او لايك.